في واحد والآن لنتحدث عن آفة موضعة أخرى وهي العقيدات الصوتية أو ما يعرف بعقيدات المغنين هي شكل موضع من التهاب الحنجر المزمن تظهر على الحافة الحرة للحبل الصوتي عند التقاء الثلث الأمامي مع الثلثين الخلفيين إذ تعتبر هذه النقطة هي منطقة الاهتزاز الأعظمي للحبل الصوتي تكون متناظرة في المكان لكن ليس بالضرورة أن تكون متناظرة بالحجم إذ يتراوح حجمها بين رأس الدبوس إلى نصف حبة الفستق تنجم عن الرضود الصوتية المزمنة وبشكل خاص التحدث بصوت ذي تواتر منخفض وبشدات عالية الضحايا الرئيسيون هم المغنون، المدرسون، والممثلون وقد تظهر لدى الأطفال كثيري الكلام وتسمى بعقيدات الصراخ يتظاهر المرضى بشكل أساسي ببحة صوتية يشكل مريض أيضا من تعب صوتي وألم بالعومي عند الاستخدام المديد للصوت تثم رأية العقيدات بالتنظير المباشر نتيجة سوء الاستخدام الصوتي تتوذن بداية الطبقة تحت المخاطية للحبل الصوتي وتصبح نازفة تمر لاحقا بمرحلة التقرن والتليف يحدث فرض تنسج في البشرة الساترة يتظاهر بعقيدات تكون طرية محمرة ومتوذمة في المراحل الباكرة وتصبح بيضاء رمادية في المراحل المتأخرة يمكن معالجة الحالات الباكرة من المرض بشكل محافظ عن طريق الراحة الصوتية وجلسات للمعالجة الكلامية حيث تتراجع وتختفي العديد من العقيدات لدى الأطفال بشكل كامل تعالج العقيدات الكبيرة أو المزمنة لدى البالغين بالاستأصال الجراحي يتم الإجراء بدقة تحت المجهر إما بأدوات باردة أو باستخدام الليزر مع أخذ الحيطة والحذر التام خشية أذية الرباط الصوتي ترجمة نانسي قنقر